هنتكلم في الفيديو ده مع بعض عن الثرومبوليتك دراجز العدوية اللي بتدوه بالجلطات واسمهم الثاني الفيبرينوليتك عايزين نعرف كل دواء متصنع ازاي وهل هو اكتف ولا اين اكتف انتيجن ولا نوت انتيجن سبسيفيك ولا نوت سبسيفيك وهنفهم مع بعض يعني ايه والمميزات والعيوب بتاعت كل دواء وفي الاخر اليوزس او الاستخدامات بتاعت الثرومبوليتك دراجز بس عايزكو تعرفوا معي كده في الاول ان انا عندي مادة في جسمي هي اللي بتدوه بالجلطات اسمها مادة البلازمين بس للأسف موجودة في صورة ان اكتف الا وهي البلازمين يبقى فكرة السرومبوليتك دراجز التحول للبلازمين الى بلازمين انتو عارفين لو الدواء اللي انا اخدته ده راح اكتف للبلازمين اللي ريليتد للكلوت بس بسميه سبسيفيك اما لو راح اكتف للبلازمينوجين اللي منتشر في كل جسمي سواء ريليتد للكلوتة اولا بسميه نوت سبسيفيك وبتهالي كده فعيمنا ايه الفرق بين سبسيفيك ونوت سبسيفيك طيب تعالوا بقع مع بعض نعرف مين هي السرومبوليتك دراجز واحفظوه معي بالترتيب اللي هقولكو عليه ده واحد استريبتو كينيز بعد كده anistriplase yurokinase a't plugins قد أأدوية اخرهم ايه اخرهم اياز واياز يعني حاجات بتعمل لايزيز او بتكسر يبا ثاني معايا السريبتو كينيز yurokinese a'tants blue place طيب انتوا عارفين اول دواء اسمه استريبتو كينيز لاه لانه متصنع من بكتيريا اسمها البيتاهيموليتك استريبتو ككاي يبا بتصنع من الايه من الاستريبتو كوكاي وتاني دواء متصنع من الدواء الاولاني وبضيف عليه مادة الليز بلاسمينجين يبالاني ستريبلايز متصنع من الستريبتو كاي زائد مادة الليز بلاسمينجين ولازم تكتبلي الليز بلاسمينجين ما تكتبش البلاسمينجين بس وهنفهم مع بعض ليه في الآخر طيب اليورو كاينيز متصنع من اليورين من اليورين و istedi transparation والالتي بليز اللي هو احسن و اغلى واحد فيهم متصنع بالركامبينانت الهندسة الوراثية وبالهيومن او من الهيومن ميلا نومة، طيب تعالو بقى نعرف مع بعض مين في هم انتجن ومين اكتيف ومن سبسيفك الكلام ده. طيب احفزوا معي وبعد كده هنفهم. هنفهم ليه في الاخر بس نحفز مع بعض الاول. اول اتنين انتجن واخر اتنين نت انتجن. يبقى اول اتنين انتجن واخر اتنين نت انتجن طيب مين اكتيف ومن اكتف اول اتنين اكتف واخر اتنين اكتف حلو حلو طيب مين سبسيفك ومين نوت سبسيفك طيب هنحفظهم ازاي هنبدأ بنوت سبسيفك وبعد كده نبدل يبقى نوت سبسيفك اول واحد بعد كده تاني واحد سبسيفك نوت سبسيفك سبسيفك يبقى هنبدأ بنوت سبسيفك وبعد كده نبدل نوت سبسيفك سبسيفك نوت سبسيفك سبسيفك طيب تعالوا بقى مع بعض نفهم ليه اول واحد اللي هو الستريبتوكينيز انتجين لانه متصنع من بكتيريا متصنع من جسم غريب وجزالك تاني واحد طيب ليه اول واحد اللي هو الستريبتوكينيز ان اكتف ليه مش موجود في صورة نشطة لانه هو الصورة النشطة بتاعته هل هو هي صورة الكمبليكس لازم تكون استريبتوكينيز بلازمينوجين كومبليكس عشان يبقى ايه عشان يبقى اكتف اما تاني واحد اللي هو الانيستريبليز موجود في صورة ان اكتف لان الكاتاليتك سايت بتاعه بلوكت حصل له بلوكت بيه بمجموعة اسمها الانيوزايل جروب يبقى الكاتاليتك سايت بتاعه بلوكت بيه بالانيوزايل جروب والانيوزايل جروب دي هي المخليات ان اكتف اما التالت والرابع طبعا موجودين في صورة اكتف لانهم دايريكت بيروحوا يحولوا البلازمينوجين الى بلازمين طيب تعالوا بقى نعرف المميزات والعيوب بتاعت كل دواء نبدأ بالمميزات اول دواء اللي هو الستريبتوكينيز ده دواء مصري يعني ملوء او مش ماشي دواء الوحيدة اللي فيه انه رخيص تاني دواء اللي هو الانستريبليز لو تاخدوا بالكم معايا هتفتكروا انه هو سبيسيفيك يعني سبيسيفيك يعني لس ريسك اوف بليدينك طيب الدواء التالت والدواء الرابع ايه المميزات اللي فيهم تعالى نبدأ بالتالت طيب بصوا كده فوق معايا هتلاقوا الدواء التالت يبقى اول ميزة فيه طيب تاني حاجة انه اكتف موجود في صورة ناشدة يبقى يشتغل بسرعة يبقى تاني ميزة يبقى مميزات تالت دواء اللي هو اليورو كينيز وديريكت اكتفاشن بيشتغل بسرعة ونوها يبقى تنشأ طيب ايه بقى المميزات بتاعت اخر دواء اللي هو الالتي بليز برضو لو خدتوا بالكو نوت انتجين واكتف يعني بيشتغل بسرعة رابط اكتنج وسيلكتف للكلوت بيروح يشتغل بس او باكتف لي البلازمينوجين اللي رليتد للكلوت سيلكتف ده غير انه بيشتغل بجرعة وليلة يبقى هو افكتف اتلو دوز وده احسن دواء يشتغل او يدويب للجلطة اللي بقى لها مدة طويلة سوبرير ادسولفنج اولدر كلوت يبقى مميزاته نوت انتجين ورابط اكتنج بيشتغل بسرعة وسيلكتف للكلوت وافكتف في الجرعات الجرعات الويلة لودوز وسوبرير في الديسولفنج ده بالنسبة للمميزات طيب بالنسبة للعيوب اول دوائين انتجين العيب اللي فيه من هما الاتين انتجين يبقى يعملولي وبزود على اول دواء بالاضافة للانتجين انه هو ايه بيعمل لي بليدنج عشان هو نوت سبسيفيك طيب اخر دوائين اللي هما اليورو كاينيز والالتي بليز هما الاتنين اكسبنسيف وهم الاتنين نوت سبسيفيك يعني هيعملولي بليدنج بس يخلي بالكو الالتي بليز اللي هو اخر دواء بيبقى نوت سبسيفيك بس في حالة الجرعات الكبيرة في الهي دوز اما في النورمال دوز او في اللو دوز بيبقى سبسيفيك حلو حلو نيمو كارنة سريعة بين الاربع ادوية طيب ايه الاسئلة اللي ممكن تجيلي هنا في الموضوع ده ممكن يقول لي مميزات الالتي بليز ومميزات اليورو كاينيز عيوب الستريبتو كاينيز وهكذا طيب من ضمن الاسئلة برضو اللي ممكن تجيلي يقول لي جيف ريزون او اكسبلين واي ليه الانستريبليز احسن من الستريبتو كاينيز طيب تعال نجوز السؤال ده مع بعض لو انتهى السهولة عشان الانستريبليز فيبرين سبسيفيك فهيبقى ليس بليدينك اما الستريبتو كاينيز لو تاخدوا بالكو نوت سبسيفيك فيعمل ليه فيعمل لي بليدينك مش بس كده هنضيف على السؤال ان الانستريبليز هو سبسيفيك عشان بيروح يأكتف لي الليز بلازمينوجين تمام يبقى هو بروح ايه متخصص للليز بلازمينوجين اللي هو الكلوت اما الستريبتو كاينيز ده متخصص على الجلوب بلازمينوجين اللي هو نوت سبسيفيك ده جابت السؤال اللي هو ليه الانستريبليز احسن من الستريبتو كاينيز ده كده يعتبر خلصنا عهم الحاجات في السرومبوليتك دراجز عندي بس دويين هنعرف فيهم معنوات سريعة كده اللي هم اول حاجة الريتي بليز عايزك تعرف انه هو اتنين لس لس اكسبنسيف وليس سبسيفيك احفظوا اسما كده بس والتنينكتي بليز عايزك تعرف فيه ثلاث معلومات ثلاثة مور مور اكسبنسيف ومور سبسيفيك ومور ديوريشن او لونج ديوريشن ده بالنسبة للريتي بليز والتنينكتي بليز اخر سؤال اللي هو السؤال بتاع الاستخدامات اوف سرومبوليتك طبيعي بتدوب لي الجلطات وضرب لي امثلة على شوية جلطات في جسمي زي الأكيود مايوكارديا الانفاركشن والبلموناري سرومبوزيس والبريفرال ارتيريال سوية الجلطة الدماغية والديب بين السرومبوزيس الديويتي ولو مثلا الاسطرة بتاعتي تقافلت او تسدت به بالسرومبوس اللي هو الستوري الشانت او الوركاسيتر اف او كليوتو باي سرومبوس